بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله دلوقتي هنشرف بالفرماكولوجي سواء بالهايبر اكتيفتي لهايبر سيرويد ازم او الهايبو اكتيفتي لهايبو سيرويد ازم فان شاء الله بعد من خلص المحضرة المفروض نكون عارفين ايه هو الفرماكولوجيكال تريتمنت اوف هايبو سيرويد ازم كمان الفرماكولوجيكال تريتمنت اوف هايبر سيرويد ازم مع كمان المكانيزم اوف اكشن ان بسايد افكتس اوف انتسيرويد دروس اه قبل ما اتخذ بس في الموضوع هنعرف بس بشيات حاجات كافيسيولوجي نتخطوها طبعا مع الدكاترة بس كما يضع سريع بس عشان نبقى اه نتكلم عن التريتمنت اه نفهم البنية مشهاز ازاي فعندنا الكلاسفكيشن بتاعة الهرمونز عامة اه باسموعة دي مجموعتين خبار اه مجموعة استيرويدل يعني الكيميكال استيروكشن بتاحها بيبقى في استيرويدل رينج ونون استيرويدل يعني ككميكال استيروكشن مش بيبقى فيها استيرويدل رينج بالنسبة للانستيرويدل كله بيبقى دهم نفس الميكانيزم اوف اكشن ودولة عند مجموعتين اللي هما السيكس هرمونز سواء الميل او الفيميل السيكس هرمونز والادرينو كورتكال هرمونز بقيت كل الهرمونات بتبقى تندرج تحت القلوس بتاعة النون استيرويدل هرمونز واشهرهم النهاردة الدرس بتاعنا اللي هو السيرويد هرمونز فيه بقى البرا سيرويد لالقلسة 80 المجروس هرمونز بقيت كل الهرمونات بتبقى نون استيرويدل خطوا طبعا ان السيرويد بلانت بتفرز انواع من الهرمونات اللي احنا بنسميها السيرويد هرمونز سواء كانت السيروكسين اللي هو التيفو او التروي او دوسيرونين اللي هو التسري ومعاهم كمان التالسي تونين طيب بالنسبة لانستيرويدل بتاع السيرويد هرمونز ده بيحصل الريجوليشن بتاعه under the control of hybrosalamic bitwittery cyroid axis ان الhybrosalmus في البداية تديني حاجه اسمه التي اي اي ار اتش اللي هو سيروتروبين ريليزن هرمون ده بيوصل دي بتويتر جلاند ويديع اردر ان هي تفرز التي اس اتش اللي بياخد نفسه ويروح على السيرويد جلاند ويعملها ستيميوليشن ويزود بسكولارك بتاعتها علشان يقولها في فريزي كمية سيرويد هرمونز اللي هو التي سري والتي فور يرجع بقى التي سري والتي فور لما يبقى الليفر بتاعه زيادة في البلد يديني نيجاتيف فيدباك تاني ترجع للتويتري ودايبو سلمس يقول له متشاكرين خاضص احنا عندنا كمية كفية من الهرمونات بخلاص مش عايزين ولا تي اس اتش ولا تي ار اتش ده حتة الاكسيز اللي موجود ما بين الهايبو سلمس لبيتويتري و السيرويد جلاند ده بيعملها ريجوليشن لسيكريشن بتاع الهرمونز بالنسبة بقى لي التصنيع بتاع السيرويد هرمونز اخذناها برضو طبعا كافيسيولوجي ان اول خطوة بيحصل الابتك السيرويد جلاند بتعمل ابتك و بتاخد الايودين بعد كده بتعمل الاكسيديشن و ايودينيشن مع الكابلنج و يتحول ل التشري والتي فور بتاعنا اللي بيحصلهم ريليز بعد كده بدوني الاكشن بتاحه كميكانيزم اوف اكشن ده بايه منها كفارما نعرف ازاي السيرويد هرمونز بتشتغل احنا قلنا هي تبع النونسترويد ده القداص بس كميكانيزم اوف اكشن هي هايلي لايبوفينيك هي بتعدي من المنبرين سيما احنا شايفين السيرويد هرمون المنبرين ليس بيشتغل على منبرينوس او اكسترا سيلر ريسيبتوز لا ما بيشتغلي بيدخل جوه يعدي من المنبرين و يمسك في سيتو بلازمة نقوم بيشتغل اليوكلياس يدخل جوه يعني لو عند السيرويد هرمون يدخل المفروض انه يدخل يدخل الريسيبتور موجود جوه سيتو بلازمة يدخل هما الاثنين في نفس الوقت جوه اليوكلياس يدخل في سيجمينت و هذا يؤثر على جين ترانسكريبشن و حتة البروتين فورميشن يبقى كمكانيزم او اكشن هي بتشتغل انترو سيجنر ليس على المنبرين نرى المنبرين اللي منكم بتحصل فيه الفونكشن بتاعت السيرويد جيلاند مقام ما يحصل السيرويدزم يعني الاكتيفتي بتاعتها بتبقى قليلة وبالتالي هتديني الابيكويت المونت من السيرويد هرمون الكاتلونكاربكتشر او السيمتومز اللي بتظهر على البيشنت اللي بيجي يشتكي منها هنلاقي عنده براديكاردية و كمان يقولك انا مش بتحمل البرودة يعني ممكن يكون سعز الحر يبقى هو بردان يعني هو مش قادر يتحمل البرد كمان حتة المنتالي بتاعته ان هو يركز او حتة الوال الكنسنتريشن عنده مش بيبقى نورمال زي الناس الطبيعيين لا بيقلن شوية بقى فيها بط كمان الفيزيكال اكتيفتي بتاعته بتقل تحس ان هو او كسولي يعني واحد كده قاعد يعني نكسي الامية من اي حاجة ده في الاطفال يعني في الاطفال بيقصر بصورة كبيرة على المنتاليتي بتاعتهم وعلى الزكاء فممكن الطفل اللي يبقى عنده هايبوسايوديزن ممكن يحصله مشكلة المنتال ريتارديشن او التخلف العقلي وكمان بيبقى حتة الجروس عنده بيبقى قليل ان احنا مزمات دوار فيزيك ان يتولد يبقى كوزي ده بالنسبة عن هايبوسايوديزن احنا ما هيمناش خالص التلينتكالبكوتشن او السيمتومز او الساينز احنا بس بديكم خلفية عشان احنا بديكم خلفية هايبوسايوديزن ده نقص في السيكريشن بتاع السيرويد هورمونز الهايبوسايوديزن لان ده العكس انا عندي اوبر اكتيبيتي في الفانكشن بتاع السيرويد جليند فبتديني كمية كبيرة من السيرويد هورمونز وده مشكلة يعني هي الهورمونز المفروض لها normal level قلت بتديني مشكلة او زادت برضو تديني مشكلة ونازم بنعانج الاثنين اما هايبوي او هايبر طيب بها سيمتومز او ساينز او كلين كالبكتشور على البيشنت هيبقى العكس خالص لقد عنده تاكيكاردية انه هو الهارت ريت بتاعب باسارية لدرجة انه ممكن يدخل في ارزنيا انه تربط فيه دربات القلب حيث برضو انه يأكل زيادة في الابطاعة بياكل كتير لكن بيخس برضو عكس النفو هو عنده الهورمونز زيادة في الدم فبيعمل لي زيادة في البيزة المتابوليك ريت يعني هو بياكل وعنده سرعة الحرق عنية ف البيزة المتابوليك ريت بيبقى سريع او معدى الحرق عنده بقى سريع فهذا اللي بيدخل البيشنت في حتة الويتلوس بالرقو من انه بقى فيه زيادة في الابطاعة تمام مع النيربوسنس كاسي ام اس افكت تأثيره على ال نيربوس سيستم مع كمان التريمورز ودي حاجه كاركتريستيك جدا للناس اللي عندهم هايبر اكتيبيتي في السيروت كده طيب ففرماكوليشكال تريتمنت بقى الاول فعملها بس السبب اشهر سبب يعمل الهايبر سيرويدزم او يخلي الغضب ده الدراقية موزفيته قليلة تحاجها اوتوميون اوتوميون مكانزم بيبقى فيه مشكلة تقدي الى ال الدامج للسيروت الالجنال او فيه البركسيدز انظيم نظيم اللي يعتبر هو المتحكم في تصنيع السيروت هرمونيز يعني بيدقى هو كل الستيبس بتاعت التصنيع سيرود هرمونز من الحصة في الاستراكشن أو دامنش ده برضو بيعملني مشكلة الهايبوسيروليزم لان خلاصا بوقف الخطوات بتاعت التصنيع فبالتالي الريليز حتى هيبقى قليل أو تأمونت بأن سيرود هرمونز هيبقى قليل فهنا الناس اللي عندهم هايبوسيروليزم دول عندهم الهرمون بتاعتهم قليل فطبيعي جدا اي واحد عنده الهرمون اني ربنا كان خانقه يتفرز بتريقة نورمان بقى عنده لأ مشكلة وبقى قليل انا كتريتمنت انا المفروض اعوضه بالهرمون ده من بره يعني اي حد يفهمها يعني عنده نقصة الهرمون انا اخذه من بره كحاجة طاعة ويضية نحن نسميها ريبليسنينت سيروبي فانا اعملوا ريبليسنينت سيروبي بقى السيرود هرمونز ان هي قليل عنده هدلوا بقى الفورمز بتاعته يقامنا هدلوا التي فور نسميها الليفو سيروكسين او هدلوا التي سري ان هو اللايو سيرونين او هدلوا كومبينيشن من الاثنين مع بعض بنفس التركيز ان ربنا خلقنا به في الدم بتاعنا ان هو هدلوا كومبينيشن من التي فور مع التي سري بس الراشيو هيبقى من اربعة وواحد يعني التي فور التي سري وهنركز ان التي فور هو الاربعة و التي سري وواحد عشان نسميها هدلوا كومبينيشن من الاربعة مع الاربعة جبنا بقى الراشيو معكوس التي سري و التي فور نبدأ نحن برضو دور يبقى واحد لاربعة مش اربعة لواحد يبقى الاكتر هو التي فور و التي سري هو الناس الأقل يبقى عندي المعدل آآ اربعة لواحد تمام الناس عندهم نقص في السيرويد هرمونز عالكتهم بالسيرويد هرمونز كنوع من الربلاسمنت السيروبي انديته T4 بس اللي هو اللي هو سيروكسين او T3 بس اللي هو السيروينين او مبينيشن من الاتنين اللي هو اللي هو تريكس بمعدل اربعة الى واحد طيب سبق السيرويد هرمونز اللي انا ادتهلو دي الناس ما احنا نقول هيبقوا عارفين انا بقدره سيرويد هرمونز من بره برضو هيقوم بنفس الاكشنز بتاعت السيرويد هرمونز من خطوة في الفيسيولوجيا هيبقى تأثيره على CNS عبارة عن Nervousness و Tremors تأثيره على Cardiovascular هيزود بهارتراتيا من Tachycardia ممكن يدخل في Balbettation و Arrasmia هيبقى عنده Intolerance to Heat مش بيتأبضأ مش بيتحمل دربة الحرارة العالية يعني هيكون لها تعتبر الاكشنز بتاعت السيرويد هرمونز كمان هيبقى عنده Weight Loss بالرغم من انه عنده زيادة في الابيطايت يعتبر دي اشهر side effects من السيرويد هرمونز اسم nada يعنا بالنسبة للحاجات اللى تعمقى around Hyopopsychour поступ故 يعرفنا عن إجدام يعني يع عن عمل هيبو Okちゃ διαكلم وعن كم كثيرتي يعنى بالثال من있 الخاص باهم نتطلب بقى العمل هي Heposp Spark enterprises السيرويلزم اللي احنا بنسميها السيرو توكسيكوزيز وهنقومي الفرق بينهم دوقتي ازاي هو مجازا يعني حتكبورهم واحد بالنسبة بكلمة سيرو توكسيكوزيز لو المشكلة بتاعت زيادة الهرمونات بدأت تظهر على الباشنط كتلينيكال سيمتومز يبقنا دوقتي قصيا من الباشنط ده عنده سيرو توكسيكوزيز يعني كان عنده زيادة في الاكتيفتي فرزت هرمونات كتير وظهر عنده مشاكل كلينيكل ده يعتبر ديشانت عنده سيروتوكسيكوزيس يعني ده عبره عن كلينيكل سندروم حصل نتيجة ان الهرمونات زيادت تمام سواء بعد تي فور او تي سري او الاثنين حتى تبقى الهايبر سيرويدزم ده احنا قلناها ان فيه اوور اكتيفتي لسيرويد جلان فبتديني اكسيسد اموانت لسيرويد هرمونز بس البيشانت ماشتكاش من حاجه كلينيكا يعني مجرد بس ان الغده بتاعته اوور اكتيف تمام اول ما يظهر على البيشانت كلينيكل سيمتومز ابدأ اسميه سيروتوكسيكوزيس يعني عنده سيروتوكسيكوزيس ده بس احنا مجازا الناس بتاعتبرهم الاثنين واحد بس ده عشان احنا ببدو فاهمين الفرق بينهم اوور كلينيكل ديكتشار او السيمتومز زئ ما قلنا هيبقى عنده حاجه ha исторش اسميس перس عصبي على كون عنده تريمر رعشة في ايده كده حاجة عن كونتورد عنده وغسطا عنه مع زيادة في الأبيطايت والمقابل لها ويت لوس زيادة في الهارت ريت ياتيكوكاردية ويبالبكيشن مع الاريزنيا ويالحاجة برضو اللي بتحصل ويبالبكيشن مع الناس سيروتوكسكوزيس اللي هي اللي نسمع الايبروتروجين أو المجحوز في العينين ده يعتبر أشهر كلينكال بيكتشر أو ممكن يجيشكلك منها طيب كتريتمنت واحدة عنده زيادة في وظائف الوضع الدرقية نعليجها احنا احنا هاديله أدوية لأن تقلل التصنيع يعني تروح على اي ستب من الخطوات بتاعت التصنيع وتوقفها لي لأن اعمل ايه اوقف الريليز لو الهرمولات عندي تصمعت لا انا اروح على الخطوة بتاعت الريليز وامنع الريليز بتاعها من السياروية الجيلاند هنشوف دلوقتي ازاي انا عندي الهدف هقلل التصنيع وهقلل الريليز كتريتمنت للهايبر أسموها لثلاث مجموعات لأن واحدة عنده ميلد واحدة عنده مودرة او سيذير هايبر سيوريس بالنسبة للناس اللي عندها ميلد يعني الدنيا بسيطة شوية بنبدأ نديرهم الدراجز اللي هي الانتي سيرويد دراجز او الاسم التاني بتاعها سايو امايدز او سايو يوراسيلز كلها مسميات لمجموع واحدة لأن تسيرويد سايو امايدز او سايو يوراسيلز بلهم نفس المعنى بنديره بيتا بلوكارز واهمية البيتا بلوكارز هنا انها تعتبر كارديو بروتكتب وكمان نيورو بروتكتب يعني احنا اخذنا البيتا بلوكارز نعم بتقلل نعم بتقلل كل الكارديا فهنا هتقفية البيتا واحد اللي في الهارت فهتقلل حدوث التاجي كارديا اللي بتحصل البربيتيشن او الاريزميا اللي ممكن تحصل في بيشن كمان بقى البروبرانول ده واحد من البيتا بلوكارز اللي مهم جدا اخذناه ان هو بيعدي البلود برين باريير فطالما بيعدي البلود برين باريير يبقى بيشتغلي على السي ان اس انا عندي السيارة الهرمونز كان بتعمل نيرفوسنس و تريمورز مع الانجزاياتي كده فانا لما عندي البروبرانولول هيعدي لسي ان اس وهيقلل النيرفوسنس والانجزاياتي والتريمورز اللي مهمكم بتحصل في البيشن كده اعتبق برده هو انيورو بروتكتب ده بالنسبة لفايدة البروبرانولول في الناس اللي هما سيروتوكسكوزز اه طيب بنجدله كمان حاجة اسمه الانجزاياتي يعني حاجة هو عنده ونربس نسمة عصة بعطول وقلقان فانا هتديله حاجة مهدئة او حاجة تقلل القلق اللي عنده اللي هو الانجزيوليتك او الانجزاياتي دراجز واشهر حاجة اللي هو الديازيبام اه يبقى انا ده الوقتي عندي الناس اللي عندهم ميرد هايبر سيروديزم بدكت لهم الدراجز هنتكلم عنها درواتي بالتفصيل الانتي سيرويد دراجز بدكت لهم بيتا بلوكر وانتي انجزاياتي اللي هو الديازلين طيب نشوف بقى الناس اللي عندهم مدرد او سيفير هايبر سيروديزم ده البرفيرد لائن استريتننت هو السيرجيكال تريتننت يعني نقول للبيشانت انت عندك المشكلة مش بسيطة ده حاجة محتاجة ان هي تدخل جروحي عازل ندخل وانشيل جزء من السيرويد جلاند ده لو البيشانت فت او يعني ينفع يدخل للسيرجيكال تريتننت تمام؟ ده ده لائن ده يعتبر هو البرفيرد او الفرست لائن للناس اللي عندهم مدرد او سيفير طيب اللاين التاني اللي هو الريديو اكتف ايودين اللي هو اليود المشاع ده ده نددي البيشانت لو هو عنده مشكلة في الهارد يعني انه يدخل الجروح يعني واحد يدخل في السن مش هيتحمل الانسيزية او ان ندخله في عملية جروحية الناس بردو اللي عندهم مشاكل في القلب دول ما ينفعش بطن نعمله مسرجيكال تريتننت فدول بقى بنعاوضهم ان احنا بندلهم اللاين التاني اللي هو اليود المشاع اللي هو الريديو اكتف ايودين طيب بنده انت كمان لو حصل فاليور تلقى انت سيرويد البيشانت ده انا اديته الاول انت سيرويد رجز منفعش معاه وحصل فالفليل ومشكدة بتزيد عندي ده ندخله برضو على الريديو اكتف ايودين او البيشانت ده عملنا له سيرويدوكتومي ناسوب توتل شلنا جزء من السيرويد عملنا له جروحة يعني من الاخر وبردو حصل لرقابة نسي تاني البيشانت ده مش خوشوه ندخله عمليات نشيل حتة من السيرويد ونعمله مشاكل لا ده بقى نحوله على البلايين انه هو بتاع الريديو اكتف ايو دين يبقى ان الريديو اكتف ايو دين استخدمته لو انه يتخد السيرجي سواء كارتياك او قود ايج لو حصل في اليور في الانتي سيرويد رابز كبرماكولوجيكا تريتنط ما نفعش هيدخله على السيرجيكل او عمل سيرجيري وحصل منها ريكارنس ثاني نتحدث عن الانتي سيرويد رجز السايواميد او السايووراسيل اشهر اثنين عندي في المضموعة اللي هو الفروباين السايووراسيل والميسيمازور ويشتغل عن طريق الانهيبشن للسايويرويد هرمون فورميشن يعني بيشتغلوا ان هما بيوقفوا التصنيع بتاع الهرمون بيمنون انهيبشن للبيروكسيديز انزايم اللي احنا قلنا ان هو يعتبر الريتليميتنج انزايم في عملية الهرمون هنا في الرسمة قدامنا بيبين اماكن الاكشن بتاع كل جنوب من الدراجز اللي بتستخدم في الهايبر سيرويدز انا عندي النبوع بتاع السايوئميلز شغالة على البيروكسيديز انزايم يعني عملية النيبشن للبيروكسيديز احنا نوع طبعا دي اللونها جريدي وباراء عن السيرويد فوليكل او اللي هي سيل يعني سيل من الفوليكلز بتاع السيرويد مفخوض عندي الايودين الاراضي يحصل له اكتير ويدخل يحصل له اكتير ويدخل ويحصل له القبلينج وكل الخطوات عندي اهة عندنا السيواميدز بيشتغل فيه منطقة البروكسيديز انزيل يعني اي خاطبة فيها البروكسيديز يعتبر السيواميدز بتوقف خالي ففي الاخر مش هيحصل الخطوات ومسيحصل التصنيع ولا يحصل الريليز بتاع السيرويد هرمونز طيب إذ احنا عنا المخزم دانت سيوامل بروبيل سيوارسيد وينيسي نزول ذول يمنوا إنهيبشان لإلسسيرويد هرمون فورميشن عن طريق إنهيبشان بتاع البروكسيديز انزيل طيب أكا او اديارز إفكت منها إااااااا ادليى ONCE of action يعني البيشانت ده انت هتقوله هتاخد العلاق ده بس تأثيره مش هيبين غير بعد اسفوع او اسفايد الناس هتسأل ليه؟ عندما تعندي سيروت هورمونز موجودة في جسم يعني في البلد انا هاخد حاجة توقف التصميع بتاعها فانا على ما حصل على ما يحصل لديبيشانت للأدريدي برزينت أماونت من الهورمونز هبقى محتاجة اسبوع او اسفوعين فانا باخد الدراجة عشان يوقف التصميع بتاع نيون هورمونز الجديه انما عندي القدر دي فورمت هورمونز موجودة على ما يحصل منها ديبيشانت وكده يبدأ ياخد اسبوع او اسفوعين فده السبب في حتة الديليد انت سيروت هورمونز بتاع المجموعة لديه الانت سيروت هورمونز فبالتاني ده واحد في حالة امرجنسي زي السيروت ستورم او الكرايسل اللي معنولة قدام ما ينتعش ياخد البروباي سيروت رسيد او اي حاجة من المجموعة دي لان احنا حالة امرجنسي فانا عايزين حاجة تشتغل بسرعة مش نستنى اسبوع او اثنين كانان سايد افكت ان هي بزود السايز والباسكولاريتي بتاع السيروت جلاني ازاي؟ انا لما هدي البيشانت انتي سيروت دراكس يعني بتقلل السيروت هورمونز اول ما الجسن بيحس ان الهورمونز قلل عطوه بيبعث اشارة فوق للبتويتاري يقول لها انحاقي ده التسري او التي فور الليفل بتاعهم قل في الدم فعطوه من نفسها طوم جاية مطلعة التي اس اي اتش وكذلك برضي وبعد اشارة منين اللي هي بوصلها مصحي يطلع التي ار اتش فبقى عند التي ار اتش راحنا للبتويتاري طلعت التي اس اتش فقامل التي اس اتش هي من اي بقى؟ انو ها السيروت استمولات الجرمون لكان بيروح على السيروت جلاند يزود السايز بتاعها والدم اللي رايح لها علشان تفرز السيروت هرمونيز فده السبب اللي يحصل هنا انا بديت الانت سيروت درابز وقللت الليفل بتاعها فالاشارة تبعتت فوق نئ السيروت للبتويتاري وانه هي بوصلها مصح زودولي البسكوناريتي علشان انجلاند تفرز هرموناب كتير تمام؟ فالباشنط ده برضو لو هيدخل جراحة انا بديله انت سيروت درابز عشان تقلم الليفل بس هيبقى انها في دماغي برضو هذا السايد افكت انها تزود الدم تنظر حتى بفرسة البرز اسناء السيرجيري ستبقى عالية ام هي تعتبر هي اقال لسايد افكت بتحصل بس هي الموست دينجرس هي الأجرانيولوسايتوسس اللي هو بيقلل الـ White Blood Cells و Blatelets و RPCs كلهم بيقللوا بيبقى عنده Agra Neurocythosis ومكتوب الذي يعتبر هي الـ Rare Cell Effect لكن The Most Dangerous One فبالتالي برده انا بقول الـ patient هو بياخد الـ drugs يعمل follow-up على طول يعمل CBC اللي هو الـ Complete Blood Count كل شهرين كده ياخد بعضه ويروح يعمل متابعة من الـ CBC عشان على طول لو حصل مشكلة Agra Neurocythosis نلحقها في البداية طيب كمان بيعملني Allergy أو Hyper Synthivity Reaction على شكل Maculobabular rash وإديمة شوية طفح جلد كده على الـ Skin و الإديمة كنوع من الـ Hyper Synthivity Reaction طبعا حاجه بتتاخد أورون فممكن برده وارد إن يبتعمل GIT Disturbance أو GIT Oxid باكوسيد باكوسيد افكت للـ Anti-Cyroid رابز اللي هي البروبين ساوي الرسيل أو المسي نزول الـ Delayed Onset of Action زيادة في الصيز و السكولاريتي و السكولاريتي و السكولاريتي و السكولاريتي أبرى Neurocythosis و السكولاريتي يود المشاع يستخدمون يود يود 131 يود 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 في سابق يود يود اسellt تغير وهتشتغل عليه نفس الخطوات ان احنا قلناها هيحصله ترابنج وهيتاخد جوا اول ما هتعمله هيتاخد جوا بيعمل لي ايشعاع او اشعاع بيطلع نيال بيتا ريز بتبقى بيري جيستراكتف بتاعا كده اشعاعات بتروح على بتاع الساوات جلاند وبتدمره تمام؟ ده نوال ريديو اكتف ايودين 131 ده الكاراكترستيك بتاع اليود اللي هو بيطلع بيتا ريز اللي هي بتبقى بيري ديستراكتف بتعملي دامج لي السايرويتش الثالث حاجة او الثالث مجموعة من الدراكز اللي بتستخدم بقرصي الناس اللي هما السايروتوكسك او الهايبر السايرويتزم البيتا بلوكارز زي ما قلنا والبريفيرد ميمور في الجروب ده هو البروبرانولول طبعا الوظائفة الوظائفة تعطي ايه بقى زي ما قلنا كارديو بروتكتب يعني بيحمي الهارت من التاكو كاردية من المقرزنيا اللي ممكن بتحصل او كمان الانجين كمان هو نيورو بروتكتب هيحمي البرين من الانجزياتي او هيقل مش تتهمه البرين لا بيمنع او بيقلل الانجزياتي او النيرفوسنس و التريمورز اللي بتحصل الناس الهايبر علشان هو بيعدي البلاد برين باير كمان حاجة بقى مميزة جدا للبروبرانولول ويعتبر هو الوحيد في المجموعة بتاعة البيتابلوكر ان ليه الخاصية دي انه بيقلل الكونوذرجان بتاعة تي فور الى تي سري واحنا عارفين طبعا ان تي سري يبقى مور اكتب عن تي فور فانا لما همنا تحويل تي فور ليه مور اكتب تي سري برضو هحاول هقلل المشكلة يبقى تاني البروبرانولول ده كارديو بروتكتيف نيورو بروتكتيف وهيقلل الكونوذرجان بتاعة تي فور الى تي سري الامراضة في الامي سي سري لما هنسأل ايه هو الممبر من البيتابلوكر اللي بيبقى بريفيرد في الناس السيرويد اللي عندهم سيروديس اردر بموض هايبر سيروديزم واعتبر البروبرانولول هو ده واعتبر اقمن واحد وداء الوحيد يعني يعتبر افضل واحد في الجروب باستخدام في النازل السيرجيكاللين اللي احنا اتكلمنا عنه العمليات الجراحية اللي فور البشنت هيتخل لان على حسب الحالة بتاعه هيعمل استقصال ده الغطة الدراقية سواء ساب توتل هنشال جزء بس او توتل سيرويدوكتون تمام احنا شلنا جزء او شلنا السيرويد جلاند كلها لو الحالة محتاجة نحنشي كل السيرويد جلاند طيب احنا اتكلمنا عن كل واحد قلنا النقطة المهمة فيه سواء انت سيرويد رجز بيتا بلوكر او الراديو اكتف او دين او السيرجيكال تريتمنت قلنا الراديو اكتف او دين بيستخدم امتى لو بيشنت انفتلي السيرجري او ان انت سيرويد رجز حصل منها خلير او حصل بعد الابريشن تمام في عندنا حاجة مهمة جدا سيرويد كرايسيز او ستورم ده بيبقى يعتبر بايف سيريتنينج الكنديشن بتحصل في الناس اني عندهم هايبر سيرويدزم يحصل او اكتسيسيب سيريشن للسيرويد هرمونز بطريقة عالية جدا دربة بتبقى بايف سيريتنينج الكنديشن دلالو متحقش ممكن تبقى حالة يعتبر فيه تالي البرسيب تيتنج فاكتور يدخل البيشن تده يدخل في الكرايسيز او نحنا نسمع العاصفة انه يحصله انفكشن يدخل في سيبسيز او يدخل في اوبريشن عنده مشاكل مثلا محتاجة عملية جراحية فدخل اندر اوبريشن ده برضه يبقى عنده فرصة ممكن يدخل في الكرايسيز المشتازل البرسيب تيتنج ممكن داخل يعمل سيرويدوكتومي بس مجرد بس ان حصل على السيرويد تيشو من اي حد بقى سواء الدكتور البرسيب تيشو بيعمل الهرمون من الفوليكيز ممكن يحصل يحصل المشكلة بتاعت السيرويد كرايسيز او كما بسيش الناس اللي بتاعتك بالراديو اكتب ايدين بقنام عرضة اكتر من ما يدخل في الستورم والناس اللي بتاعتهم الاند سيرويد رجز كده مع نفسها وتوقف من غير اي ادوايس من الدكتور او اللي هي متابعة معي بيحصل وصدره توقفها كده فجأة او مش بتواظب على العلاج لانه النوم كومبلايانس يعني هي بتاخد مرة او مرة لا ده برضو بيبقى عرضة انه يحصلهم بحادة الستورم او الكرايسيز يبقى السيبسيز او السيرجري مع الراديو اكتب او الدين او النوم كومبلايانس بتاع الانتسيرويد ايه دراكز اعلاجهنا زي بقى او البيشانت ده دخل مني في الكرايسيز نبدأ ندينه البيتابلوكر ليه؟ نقول السيرجريويد هرمونز اللي الخرج دي هتروح تشتغل على الهارت وعلى السيئنس دول اكتر اماكن فانا عشان احمل اتنين دول قدي البيتابلوكر زي ما قلنا كارديوبروتكتب ونوروبروتكتب نفرض البيشانت ده عنده مشكلة في ال البيتابلوكر وعنده مثلا مرونكة الازمة مايعرفش ياخد بيتابلوكر لأ ممكن ندينه البيتابلوكر تمام؟ يبقى انا عندي البيتابلوكر فيها كونتر الديكيشن ادخله على الكلسام كمان الثاني الوضع ايوديد ندينه الايوديد ده عشان ينهبط الريليز بتاع الهرمونز انا لما هدي سواء بقى البوتاسيوم ايوديد او السوديوم ايوديد ده بيدخل يروح على السيرويد ويوقف الريليز عكس الانت سيرويد كانت بتقلم التصنيع يعني اصلا الهرمونات مش بتتصنع بقى هنا الايوديد بتوقف الريليز يعني لو فيه هرمونز جوه لا مش هتخرج ولا يحصل لها سيكريشن ده البوتاسيوم ايوديد او السوديوم ايوديد ده بقى لك بيتاخذ قبل الجراحة لو بيش انك تهدفوا العمليات يشير حتة من السيرويد ده بقى منكم تضيون ايوديد علشان برضو حتة البسكولارة بتاع الجلاني لو كان ناشى على انت سيرويد دراجز قلنا هي مشكلتها تزاود البسكولارتي فانا مش عايزة يحصل بليدنج لنبيشن اسنان اوبريشن فانا نضيب ايوديد برضو علشان تقنل حتة البسكولارتي او تقنل يعني هو بيشتغل بيوقف الاكشن بتاع تي اس اتش على السيرويد لا هو يعني يعطبع بيعمل بيعكس الاكشن او بيانهبت الافكت بتاع تي اس اتش على السيرويد فبيقنل البسكولارتي بتاع الهرمونز يبا هو قنل البسكولارتي في قنل البليدن وقنل الريليز بتاع الهرمونز ده بالنسبة للأيوديد الثالثة اللي هو البروبايل السيرويد ده احنا اخذناه انتسيرويد دراج ده كان بيوقف السيرويد هرمونز متكلمنا عنهم اه اه ابل كده كمان حاجة بنعالج بيها اللي هو البروكو كورتيكويس يعني دول كورتيزول ده لما اضغط الكورتيزول في الاندوكراين هنعرف انه هو هاز انتي شوك افكت اه ويزود الكاردياك او التوتك فعشان كده هنستخدمه في الناس المعظم سيرويد ستورم كنوع من الانتي استرس او الانتي شوك افكت من الجلوكو كورتيكويس تمام يبقى ثاني هنقول بانز اوف تريتمنت سريعا بتاع السيرويد ستورم وعندنا الديتا بلوكر اللي هو البروبرانولول لو في منه الكنتر الانديكيشن بندى الكاسم اتشان البلوكورس بندى الايودايز بندى البروبيل سيرويد او المسي مازول ده علشان يقلل الانفرميشن بتاع الهرمونات وبندى الجلوكو كورتيكويس علشان تمنح حلوث الشوك يبقى عندى لون اهم لتريتمنت بتاع السيرويد او السيرويد ستورم كده احنا خلصنا كلامنا كفرماكولوجيكال تريتمنت للهايبو والهايبر سيروليزم وتكلمنا عن النقطة المهمة سيكون لانفرميشن للحالات بالتوفير ان شاء الله للجميع ولو اي سؤال نبقى على الجروج ان شاء الله على الواطس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا